دفعة جديدة من القروض وافق على منحها وزراء مالية منطقة اليورو إلى اليونان بقيمة نحو 7 مليارات يورو هي جزء من حزمة قروض الأنقاذ الخاصة بمساعدة هذا البلد في الوفاء بالتزاماته المالية ويقول رئيس بجموعة اليورو يورين ديسل بلوم اليونان ينتظرها مزيد من العمل وعليها تنفيذ الأعمال ذات الأولوية المطلوبة منها قبل التاسع عشر من يوليو حتى تتم الموافقة على صرف مليارين ونصف المليار يورو متى جرى الانتهاء من الإجراءات على المستوى الوطني وتبذل اليونان جهودا لتعديل الانفاق على الرعاية الصحية وإصلاح الضرائب وتقليص الوظائف في القطاع العام وإصلاح القطاع البصرفي ويقول وزير المالي اليوناني التحدي الآن يتمثل في ملاءمة التعديلات المالية المقبلة مع النمو الاقتصادي وتجابه جهود الإصلاح في اليونان بموجة احتجاجات من اليونانيين الذين تظاهروا في مدن عدة ضد أي خطط لتسريح الموظفين